موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة على استمرارية المخطون الستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية وأن يكون سعر التوريد محصول القمح مجزيا للمزارعين الرئيس السيسي يوجه بالالتزام الصارم بإحكام رقابة على صادرات الزراعية لإنتاج محصول دي جودة متميزة ومتابعة ومساندة المزارعين وصغار المرمبين رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كاميات توريد القمح كما وجه رئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء التموين والتخطيط والزراعة وعدد من المسؤولين حيث صرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظمة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية أضاف متحدث رئيسة أن رئيس السيسي اطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية كما تابع الرئيس سيسي مستجدات الموسم الحالية لزراعة القمح على مستوى الجمهورية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام الصارم بإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصدري دي جودة متميزة إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة الحاصلات الزراعية المصرية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والتصلاح الأراضي ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية والتطوير غير المسبوق لها والذي انعكس على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة ليبلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6.43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3.3 مليار دولار وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف الخاص بجهود تنمية التروى الحيوانية من خلال البرنامج القومي لتوزيع الألاف من رؤوس الماشية عالية الانتاجية على المزارعين وصغار المربين حيث واجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات كما أكد مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة لموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات تلموية وخدمية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتعامل الفوري مع أي تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ وذلك من خلال استمرار التنصيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية وصولا لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم من قوائم العفو الرئاسية وتناولت الورش عدة محاورة منها رصد التحديات الإجرائية والمجتمعية التي تواجه المفرج عنهم بالإضافة إلى آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم لمواجهة تلك التحديات ودور لجنة العفو الرئاسي في تفعيل الدمج والتأهيل وترق إعادة التأهيل لأسر المفرج عنهم ودمجهم اجتماعيا وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار سلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 529 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 352 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلعي على السلع المدعومة تم ضبط 89 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 239 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 13 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطن أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 363 قضية من بينها 137 قضية خبز ناقص الوزن و105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 7 قضايا بمضبطات 140 طن رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتانيو جوتارش بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان أشار جوتارش إلى أن هذه الخطوة مبنية على التقدم الذي تم إحرازه عند التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي مؤكدا أن إطلاق المرحلة النهائية يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة رحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان معربا عن تطلعه للتوصول إلى الاتفاق النهائي بين كافة الأطراف السودانية وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة التي تتطلب البناء عليها من خلال تحقيق التوافق التام بين كافة الأطراف السودانية مشددا على أن الأمن القومي السوداني جزء أصيل لا يتجزأ من الأمن القومي العربي دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس من البلاد الخميس المقبلة وتعد الجلسة هي الأولى في العام الجديد والحادية عشر منذ انعقاد أول جلسة لانتخاب رئيس الجديد في 29 سبتمبر من العام الماضي حيث لم تصفر الانتخابات التي تجرى بين أعضاء المجلس النيابي عن حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز برأسها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقع حلف شمال الأطلنطية النيتو والاتحاد الأوروبي أعلنا للتعاون والتنصيق يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفاوضية الأوروبية قال أمين عام الحلف يانسي ستوتنبرغ إنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين قد يتراجع عن خيار الحرب هدفنا هو بالطبع ضمان أننا سنتمكن من التواصل واستمرار في دعم أوكرانيا فقد شهدنا أن روسيا قد عانت خسائر جمّة في أوكرانيا بسبب الجنود الأوكرانيين المدربين ومهارتهم ويجب أن لا نقلل من شأن روسيا ما زال هناك المزيد من القوات يعملون على الحصول على مخزون عسكري وذخيرة وهم يعانون وسيواصلون الحرب ويلا يوجد أي مؤشر بأن الرئيس بوتين قد غير من هدفه في هذا الاستهداف لأوكرانيا أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو يانسي ستوتنبرغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي متحد مع الناتو في دعم أوكرانيا وأضافت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن أوكرانيا ستحصل على الدعم اللازم من دبابات ومنظومات دفاعية مشيرة إلى أنه سيتم توسيع العقوبات المفروضة على بلا روسيا لدعمها روسيا من جنبها قال رئيس المجلس الأوروبي أن اتفاق التعاون الموقع بين الناتو والاتحاد الأوروبي فرض للسياسة الدفاعية المشتركة للمرة الأولى مؤكدا أن أوكرانيا تحرب من أجل مستقبل أوروبا هو أنه يجب على الناتو والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة وأنه يجب تعزيز الأمن الأوروبية This concludes the signing of the joint declaration. The press conference will take place at 11.30 ترجمة نانسي قنقر قال سكرتيرو مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن الحرب في أوكرانيا هي مواجهة مع حلف الناتو من جهته أعلن الكراملين أن تورط الولايات المتحدة والنيتو في الوضع بأوكرانيا واضح وقد أصبح بحكم الواقع الطرفاء غير مباشر في الصراع وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن بلاده ستوسع ترسانة أسلحتها الهجومية وتوصل تطوير الدرع النووي باعتباره الضامن الرئيسي للسيادة روسيا وسلامة أراضيها كشف تقرير لوزارة الدفاع البريطانية أن سلاح الجو الروسي يستعين بأخطر مقاتلاته في أوكرانيا منذ أشهر وأشهر تقرير إلى أن موسكو بدأت بنشر طائراتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي سو سبع وخمسين من متعددة الأدوار في أوكرانيا بشكل شبه مؤكد وتعتبر هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها الغرب أن القوات الجوية الروسية استخدمت سو سبع وخمسين ضد أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر قالت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ فرط صوتية من طراز سريكون أجرت تدريبات في البحر النرويجي وقالت الوزارة أن طاقم الفرقاتة جورشكوف أجرت تدريبات دفاع جوي في البحر النرويجي كان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين قد أرسل الفرقاتة إلى المحيط الأطلنطي الأسبوع الماضي مؤكدا أن هذه الصواريخ ستكون قادرة على حماية روسيا من أي تهديدات خارجية كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 230 عسكريا أوكرانيا على عدة محاور قتالية وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قال أن القوات الروسية توصل تقدمها على محور دانتساك مشيرا إلى تدمير عدة موقع تمركز للقوات الأوكرانية ومعداتها بالإضافة إلى إسقاط طائرتين عسكريتين أوكرانيتين ومروحية بردانتساك قال رئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي إن قواته صامدة أمام هجمات جديدة وأكثر شدة على سوليدار شرقي البلاد أضافة زيلانسكي أن كل شيء دمر تماما في المدينة أن القوات الروسية تكبدت خسائر في الأرواح شكرا للمشاهدة موسيقى 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 وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي لمتابعة منظمة الأمن الغذائي وموقف المغزون الاستراتيجي للسلع الغذائي الأساسية على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بالالتزام الصارم بأحكام رقابة على الصادرات الزراعية لإنتاج محصول تصدري دي جودة متميزة إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة الحاصلات الزراعية المصرية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصداء لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية موجها سيادته بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي أقامتها على امتداد رقعة الجمهورية وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية موجها سيادته بأن يتم تحديد ساعد توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية خاصة حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولا إلى الدول المستوردة وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقا لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دوليا واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالميا مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها وهو الأمر الذي نعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 46 من 100 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 33 من 10 مليار دولار وقد وجه السيد الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي والتصدي لأي مخالفات في هذا الإطار إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحاصيل الزراعية المصرية وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين وذلك بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصاديا وبالتنصيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية وتكثيف الدور الإرشدي لكافة المستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشية راجع البنك الدولي وتوقعته للنمو العالمي لعام 2023 وخفضها إلى 1.7% في مقابل 3% في يونيو الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الأزمة الأوكرانية ورجعت المؤسسات الدولية توقعاتها لجميع البلدان المتقدمة ولسلثي البلدان الناشئة أو النامية على أن تسجل الولايات المتحدة نموا ضعيفا مع عدم النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيفا في عام 2024 قالت وزارة التاقة الروسية أنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار ووقع رئيس روسي بلاديمير كوتين الشهر الماضي مرسوما يحضر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير لمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالسقف السعرية وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خامبرانت وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا وتتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و 30 دولارا للبرميل مقابل خامبرانت أكد وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني أن بلاده تبزل قصر جهدها لمواصلة تصدير الكمية اللازمة من المواد الغذائية إلى البلدان الإفريقية وأبدى الوزير الأوكراني استعداد بلاده لزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية إلى البلدان الإفريقية اقترب الدولار الأمريكي عالميا إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 3 من 100 بالمئة الدولار الأمريكي يواصل الانخفاض عالمياً مقترباً من أدنى مستواته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى جاء الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية على المستوى الدولي متأثراً بتفاؤل المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي ربما يكون قد اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة ومع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كورونا في الصين الشكوك تتزايد بالأسواق في أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع سعر الفائدة فوق 5% للسيطرة على التضخم حيث بدأت الزيادات القوية في أسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل في الوقت نفسه أظهر تقرير الوظائف الأسبوع الماضي أنه في حين أضاف الاقتصاد الأمريكي الوظائف بمقياس قوي في ديسمبر بلغ مائتين وثلاثة وعشرين ألف وظيفة فقد سجل أيضا تباطؤا في نمو الأجور وارتفع اليورو في أحدث معاملته بنسبة سبعة من مائة في المائة إلى واحد وسبعة من مائة دولار بينما انخفض الجنية الإسترلينية ثمانية من مائة في المائة إلى واحد واثنين وعشرين من مائة دولار بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ومقابل سلة من العملات الرئيسية انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة ثلاثة من مائة في المائة إلى مائة وثلاث نقاط واربعة عشر من مائة نقطة بينما تراجع سبعة من عشر في المائة ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند مائة واثنتين وثلاثة وتسعين من مائة نقطة إعادة فتح الصين السريع لحدودها بعد وقف سياسة صفر كورونا قدمت دفعة أخرى للأصول ذات المخاطر العالية بعيدا عن جاذبية الملاذ الآمن للدولار كشفت الحكومة اليابانية أن المؤشر الأساسي الأسعار المستهلكين في العاصمة توكيو قفض بنسبة أربعة في المائة في ديسمبر الماضي وسجلت الضخم في اليابان أكبر تحرك له في أربعين عاما مما سيؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار وزيادة الضغط على البنك المركزي الياباني من أجل تجديد سياساته النقضية وذكرت وزارة شؤون الداخلية والاتصالات أن المؤشر تضخم في عام 2022 بنسبة 2.2% عن العام السابق متجاوزا عتبة 2% لأول مرامز عام 2014 انخفضت الأسهم الأوروبية مع توخي المستثمرين الحذر قبل كلمة لرئيس المجلس الاحتياطي للاتحديد جيرون باول بعدما توقعت نان من صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي مزيدا من رفع أسعار الفائدة وترجع المؤشر سنوكس للأسهم الأوروبية بنسبة 7 من 10% بعدما سجل أعلى مستوياته في 8 أشهر في الجلسة الماضية وانخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة 1% وترجعت أسهم شركات التعديد 1% حيث انخفاض أسعار النحاس نشرة السادسة متوصلة معكم ونتابعوا فيها تواصل الاحتجاجات في بيرو للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد والحكومة تعرب عن أسفها لسقوط قتلى قال رئيس الوزراء في بيرو البيرتو ترولا إن حكومة بيرو تأسف لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات التي شهدتها مقاطعة بونو جنوب شرق البلاد وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة سترسل لجنة رفيعة المستوى للإصرار على الحوار وتقديم المساعدات الإنسانية وكان 17 شخصا على الأقل لقوحت فهم في اشتباكات مع الشرطة في جنوب البلاد ويطالب المحتجون باستقالة رئيسة البلاد دينا بولوارتي بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق صراح الرئيس السابق بيدرو كاستيلو أعلن الرئيس البرازيلية لولا داسيلفا عن اعتقال 1500 شخص على الأقل من أنصار رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو بعد أن شهدت العاصمة البرازيلية اقتحام ونهب مقار السلطات الرئيسية في البلاد وأخلت الشرطة البرازيلية مقار الكونغرس الوطني حيث استعملت قوات الأمن السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا وقصر الرئيسة لن تفلت الديمقراطية من أيدينا مجددا قالها الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا معلقا على أحداث الأحد الدامي عندما اقتحم الألف مقار السلطة والحكم في العاصمة برازيليا داسيلفا وخلال اجتماع موسع مع رؤساء مجلسي الشيوخ والنواب والقضاء والأمن في القصر الرئاسي تعهد بمحاسبة كل من له صلة بالأحداث وأعلن اعتقال 1500 شخص حتى الآن على ذمة التحقيقات هناك ما يقرب من 1500 شخص تم القبض عليهم وسوف يظلون رهن الاحتجاز حتى انتهاء التحقيقات من المهم أن يعرف البرازيليون أننا لن نتوقف عن التحقيق مع أولئك الذين ربما يكونوا ضحايا والذين كانوا مغرد أدوات والذين ربما تلقوا الطعام والمساعدة في المجيء إلى هنا لاحتجاج نحن نريد أن نعرف من الذي مول ومن الذي دفع للناس ليبقوا طويلا اجتماع القصر الرئاسي انتهى بالإعلان عن بيان مشترك بعنوان الدفاع عن الديمقراطية جاء فيه أن سلطات الجمهورية الضامنة للديمقراطية ولدستور البلاد ترفض الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية التي وقعت في برازيليا وتشدد على مواصلة العمل لضمان الحفاظ على الأمن والسلام والديمقراطية في البلاد ولم يكن الرئيس أو مؤسسات الحكم والدولة في البرازيل وحدهم في إدانة أعمال الاقتحام والعنف والشغب في برازيليا بل نظم الألاف مسيرات مؤيدة للديمقراطية في ساوباولو ورفع المشاركون لافتات تطالب بمعاقبة أولئك الذين هجموا القصر الرئاسي وكذلك مبنى الكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا هذا وشن المئات من أنصار الرئيس السابق جاير بولوسونارو هجمات متزامنة على قصر بلانالتو وعلى مقرية الكونغرس والمحكمة العليا قبل أن يتم استدعاء قوات الأمن الفيدرالية لاستعادة السيطرة على هذه المقار وألحق المهاجمون أضرارا جسيمة في المقار الثلاثة الضخمة التي تعد تحفا معمريا من الطراز الحديث وتزخر بالأعمال الفنية وتعتبر ذات قيمة لا تقدر بثمن وأثارت أعمال التخريب وابلا من ردود الفعل الدولية لسيما من واشنطن وبكين وموسكو وباريس ومن دول أمريكا اللاتينية أكد رئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده باستخدام مناهج مبتكرة لتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية وخلال قمة ثنائية عقدها بايدن مع نظيره المكسيكي لوباز أوبرادور قال الرئيس الأمريكي إن بلاده أنفقت في العقدين الماضيين عشرات المليارات من الدولارات في أمريكا اللاتينية للتعامل مع الهجرة غير النظامية مشددان على أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات الخارجية أكثر من أي دولة ورقوم بلاده مستمرة في العقدين المساعدة المترجم للقناة المترجم للقناة تعقبت وزارة الدفاع التايوانية 11 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن بحرية حول تايوان خلال اليوم والأمس وذكرت الوزارة أنه ردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصينية مضيفة أن سلاث طائرات صينية عبرت خط الوسط لمضيقة تايوان أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا ترى تهديداً مباشراً للمنطقة الأوروبية جراء تفشي فيروس كورونا في الصين وخلال مؤتمر صحفي قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغ إنه بناء على المعلومات التي تلقتها المنظمة من الصين لم يكن هناك أي تهديد ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات التفصيلية والمنتظمة من الصين لمراقبة تطور الوضع أعلنت الخارجية الصينية رفضها للقيود التميزية التي فردتها بعض الدول تجه المسافرين الصينيين مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مضادة في سياق متصل علاقت الصين إصدار تأشيرات بغرض السياحة أو العمل للكوريين الجنوبيين وذلك ردا على اشتراط سول تقديم المسافرين القادمين من الصين نتائج سلبية لاختبرات بيروس كورونا وأفدت الصفارة الصينية في سول أن القرار سيطبق حتى ترفع كوريا الجنوبية إجراءاتها التميزية بهذا الصدد ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الكوريا الجنوبية أن إجراءات الحجر الصحي بشأن المسافرين والقادمين من الصين تستند إلى أسس علمية وموضعية أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شاريف عن امتنانه للدول ووكالات الإغاثة لمساهمتها في إنجاح المؤتمر الذي عقد في مدينة جونيف سويسرية وذلك بشأن تحضياته ما بعد الفيضانات في باكستان وحصلت باكستان خلال المؤتمر على تعهدات بأكثر من عشرة مليارات دولار من المؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة وشركاء التنمية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات واستعادتها وإعادة بنائها وقدم تعهدات رئيسية خلال المؤتمر البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمملكة العربية السعودية أصدر مسؤولة الإطفاء ومر إخلاء فورية لجميع سكان مونت سيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد سلسلة من العواصف الممترة الغزيرة في الآونات الأخيرة وجاء تحذير الإخلاء الذي نشرته إدارة مكافحة الحرائق بعد خمس سنوات من انهيارات أرضية وقعت في منحدرات تلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا هذا مجرد جدا هذا مجرد جدا اشتركوا في القناة تكاتفت الجهود بين الوزرات والجهات المعنية للإسراء في إنهاء ملف تعويضات المواطنين الذين تضرروا من بناء وتعالية خزان أصوان وإنشاء السد العالي واجأ ذلك تنفيذا للتكلفات الرئيس السيسي حيث وضعت اللجنة الوطنية المعنية لصرف التعويضات ألية لتعويض من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي لم تدخر الدولة جهدا من أجل تعويض مواطنيها الذين تضرروا من بناء وتعالية خزان أصوان وإنشاء السد العالي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الثاني في أصوان مراجعة موقف ما لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهي اللجنة أعمى لها خلال ستة أشهر على الأقصر جهود كبيرة قامت بها الوزرات والجهات المعنية للإسراء في إنهاء ملف تعويضات النوبة مع مراعاة كافة الأبعاد وقد حرصت اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات على تعويض من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها وحتى الآن استفادت أكثر من 3600 أسرة ممن استوفت الشروط اللازمة من هذه التعويضات أهالي النوبة من أصحاب التعويضات أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تعويضهم كنا منتظرين اليوم ده اليوم ده بيعتبر يعني تاريخ ميلاد بالنسبة لنا احنا بقالنا بتاع 50 سنة منتظرين هذا اليوم احنا لما جينا من الواحد ما كانش بتصور ان حنلاقي الكلام ده جيت لجيت طاقة شمسية وبعض الأماكن خضرة بحي فخامة رئيس الجمهورية الذي أوعد ثم أوفى بعده وفعلا ها هنا اليوم ونستلم أراضينا مرة تانية تسهيلات كبيرة وبدائل متعددة وفرتها الدولة أمام مستحق التعويض للاختيار من بينها وفقا لرغبة كل منهم بالاختيار ما بين التعويض العيني أو النقدي أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية صدر قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر مستحق التعويض عن بناء متعالية خزان أسوان وبناء السد العالي وقامت اللجنة بحصر المستحقين للتعويض ووصل عادتهم 11500 أسرة وبعدها أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار بتشكيل لجنة الوطنية لوضع قواعد وقاليات التنفيذية لصرف التعويضات فأنا عندي لو مستحق التعويض شخصيا هو اللي تقدم لصرف التعويض أنا مش محتاج منه أكتر من بطاقته الشخصية لو ورصه وتقدمه جميعا أنا مش محتاج منهم غير إثبات صلاتهم بالمستحق التعويض وبالتوازي مع إجراءات تعويض من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة تعمل الدولة جاهدة على تنمية صعيد مصر بصفة عامة ومحافظة أسوان بصفة خاصة من خلال وضع الخطط وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير البنية التحتية في محافظة أسوان بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة أعربت أمال أحمد عبد العال بنت محافظة ألف يوم عن فقرها وسعادتها لتكريمها من رئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وأكدت أمال فقرها بناجح مشروعها حيث استلمت رأس ماشية ضمن المبادرة الرئاسية لتحسين سلالة الثروة الحيوانية عالية الإنتاج كما أشارت إلى أنها متزوجة من رجل من ذوي الهمم ولديها أربعة أبناء وسهم المشروع في تحسين دخلها والإنفاق على تعليم أبنائها افتتحت وزيرة ثقافة نيفين الكلاني أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة رود الفرق في منطقة شبرى والذي يخدم قطاعا كبيرا من الجمهور من سكان الحي العريقة المزيد في التقرير التالي على مساحة عشرة ألاف متر مربعة تم افتتاح قصر ثقافة رود الفرق في حي شبرى بالقاهرة بعد أن تم رفع كفاءتي وتطويري بأحدث الوسائل وتقنيات ويتضمن القصر المبنى الإداري وقاعة نادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة للأطفال وحديقة ترفيهية أتمنى أن كل مدينة وكل قرية يبقى فيها قصر ثقافة حتى لو حاجة صغيرة علشان تبقى منارة للتنوير الثقافي في الدولة كلها طبعا معمول فيه جهد كبير جدا وأنا بشكر كل الناس اللي شاركوا في التطوير وفيه خطة للأنشطة محدوطة والخطة دي قدامنا البروتوكول الموقع مع التربية والتعليم يعني الأنشطة اللي بتتعامل في المدارس تحت إشراف وزارة الثقافة حتتنقل لقصور الثقافة في الأجازات عشان يبقى فيه استمرارية للأنشطة الفنية والثقافية شهد القصر أعمال تطوير وتوسع لمصرح القصر ليتسع لحوالي 330 مقعدا واستحداث مصرح للطفل ليتسع لحوالي 150 مقعدا ومرسما للفنون التشكيلية وقاعة معارض لمنافذ الكتب التي تصدر عن وزارة الثقافة الحقيقة خلال العام اللي هي العامة لأصول الثقافة استطاعت أن أتطور أصر الثقافة بما يتواكب مع جمهوريتنا الجديدة إحنا بقى عندنا سينما وبقى عندنا مصرح للطفل وعندنا كيتز إيريا وعندنا مكتبة للأطفال ومكتبة للكبار وعندنا نادي للنوادي التكنولوجيا وعندنا نوادي المرأة وعندنا منافذ لبيع إصدارات الهيئة ومنفذ لبيع منتجات الهيئة سواء من الكتاب أو من الحرف اليدوية الحقيقة الأصل الثقافة تطور أنه يحوي كافة الأنشطة الثقافية والفنية اللي تخدم المواطن المصري وخصوصاً أهالينا من شبرة وروض الفرق أنا مبسوطة جداً ولازي كمان مبسوطين جداً لأن إحنا ما نعرفش أنه بتتم النشاطات دي إلا قريب بعد التجديد اللي حصل ده فوجينا بمكتبة وكيتز إيريا ومصرح وأنشطة جميلة جداً فلما بلغونا النهاردة أنه في حفلة للأولاد ورسم وكده فرغم أنه فيه ظروف امتحانات لكن أنا جبتهم وجيت يعني الحمد لله فعلاً فيه طفرة في المكان من حيث المكتبات من حيث الجنينة من حيث الدخل بتاع الأصر نفسه يعني ما شاء الله التجهيزات حلوة جداً الشكل بقى يعني فيه تطور فيه فيه أمل أن الأطفال تبتلي تستفيد حاجات أكتر يعني فيه إفادة فيه كبار ممكن يستمتعوا بالتسينما دي فكرة جديدة ما كانتش موجودة أصلاً يعني فالموضوع حلو جداً القصر تم إنشاؤه في سوق رود الفرج السوق الأشهر في السينما المصرية الذي بني على التراز المملوكي والإنجليزي عام 1974 ليتحول إلى قصر ثقافة يخدم العديد من المواطنين والأهالي في حي شبرى مصر أحمد الحسيني التلفزيون المصري والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتحاول فيها إلى ميرنة إهابة فضل ميرنة شكراً لكم دينا وإيمان والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد من أكثر الدول العربية ثراء في الرمال السوداء وأشار المركز إلى أن الاحتياطية الجيولوجية من الرمال السوداء في مصر يقدر بنحو 1.3 مليار متر مكعب موزعة على أربع مناطق رئيسية في محافظات البحيرة وضميات وكفر الشيخ وشمال سيناء ويقدر العائد المتوقع لمصر من موقع واحد من هذه المواقع بأكثر من 255 مليون جنيه سنوياً شارك المهندس طارق الملة وزير البترول وثروة المعدنية في مؤتمر التعديل الدولي في نسخته الثانية في الرياض والذي ينعقد تحت شعار تحوى إنشاء سلسل توريد معدنية موثوقة ومرينة في أفريقيا وغرب ووسط أسيا وصرح الملة بأن هناك دعماً وتعاوناً بين مصر والسعودية في أنشطة متنوعة ولسيما مجال التعديل منذ عدة سنوات مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتواصل مع كبار المستثمرين في هذه الصناعة الدولية موضحاً أن مصر تضع نصب أعينها التواصع في الصناعة التكملية التي تقوم على المعدن المختلفة التي تزخر بها أراضيها لتحقيق أعلى قيمة مضافة أطلق مصنع سكر قوس بمحافظة قناء إشارة البدء لموسم عصير القصب للعمل الجديد في ظل توجه الدولة لزيادة معدلات الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً للاكتفاء الذاتي خاصة في مجال المحاصيل السكرية في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة معدلات الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً للاكتفاء الذاتي خاصة في مجال المحاصيل السكرية أطلق مصنع سكر قوس بمحافظة قنى إشارة البدء لموسم عصير القصب وذلك لعام 2023 نشهد عرصه احتفالية وعيد كبير جدا بداية موسم العصير في مصانع سكر قوس يعني ما شاء الله بداية قوية التوريد بيتم بطريقة قوية جدا إقبال من المزارعين فرحة بعد طبعا ما حصل زيادة في السعر الأصب من 810 ل1100 بزيادة قدرها 36% ودي زيادة غير معهودة يعني احنا تعودنا على زيادة 5% و10% لا السنة بسم الله ما شاء الله زيادة 36% دي أدت لقبول وفرحة غير عادية ده المزارعين ووفقا لمدير مصنع سكر قوس حسن جابر فإن محافظة قنى تعد الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال ثلاثة مصانع لتكرير وإنتاج السكر وذلك في مدن نجع حمادي وديشن وقوس وأن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنى تبلغ نحو 120.096 فدانا تمثل نحو 37% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية وتنتج نحو 3 ملايين طن قصب خام وتنتج بدورها 300 ألف طن سكر سنويا وأضاف جابر أن محصول قصب السكر له أهمية اقتصادية نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى مثل السكر المبلور والملاس والعسل الصناعي والكحل بجميع مشتقاته وكذلك الخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف كما توقع أن يستقبل مصنع سكر قوس مليون و300 ألف طن من قصب السكر هذا العام ستنتج نحو 145 ألف طن السكر مؤكدا أنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال صيانة خطوط قطار أديكوفيل وتجديد العربات لنقل القصب من أماكن كسرة كما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية بالمصنع وتثبيت لافتات على بوابات دخول الجرارات الزراعية للمصنع موضح بها التعليمات لتسهيل استقبال محصول قصب السكر وفي أسواق البترولة العالمية ارتفعت أسعار النفطة مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطية الاتحادية الأمريكي المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود وارتفعت العقود الأجلالي خامي برانتا بنسبة 35 من مئة بالمئة لتبلغ 79.93 دولار للبرميل كما ارتفع خامي غرب تاكساس الوسيطة الأمريكية بنسبة تقدر بـ 48 من مئة بالمئة ليسجل 74.99 دولار للبرميل كذلك صعدت أسعار المزود عالميا بنسبة 1.11 من مئة بالمئة لتصل إلى 3.6 من مئة دولارات لللتر وترجعت أسعار الغاز الطبعية بنسبة 4.6 من عشر بالمئة لتسجل 3.73 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفضت الأسهم الأوروبية مع توخي المستثمرين الحذر قبل كلمة لاجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطية للتحدي بعدما توقع 2 من صنع السياسة النقدية بالمنك المركزي الأمريكي مزيدا من رفع أسعار الفائدة وترجع المؤشر ستوكساب بنسبة 600 للأسهم الأوروبية بما يقدر بـ 7 من 10 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوياته في 8 أشهر في الجلسة الماضية وكذلك انخفض المؤشر Financial Times 100 البريطانية بنسبة 0.4 من 10 بالمئة وانخفضت أسهم تكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة 1 بالمئة كما ترغعت أسهم شركات التعديل 1 بالمئة إثر انخفاض أسعار النحاس انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة عليكم مرة أخرى دينا وإيمان شكرا لك ميرنا ختم نشرة السادسة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها الرئيس السيسي وجهه بالمحافظة على استمرارية المخزون لاستراتيجية للدولة من السلع الغدائية الرئيسية وأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيا للمزارعين الرئيس السيسي وجهه بالالتزام الصارم بإحكام الرقابة على الصدرات الزراعية لإنتاج محصول بجودة متميزة ومتابعة ومساندة المزارعين وصغار المربين رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير ريف المصرية ختم نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة